طيب قيمة الاهلي في كأس العالم للاندية بكرة يوم الاتنين ان شاء الله الاهلي هيرسل القيمة الرسمية انت في قيمة مبدئية اخترتها في شهر عشرة كانت من 35 لعب عليك ان تختصر هذه القيمة الى 23 لعب بكرة القيمة كولر هيحددها وهيرسلها الى اتحاد الكورة القيمة هترسل الى الاتحاد المصري مش للاتحاد الدولي الناس فهم موضوع القيد بتاع البطولات الدولية لزيدين بشكل مختلف شوية القيمة هتبعتها الاتحاد الكورة الاتحاد الكورة عنده مهلة يوم 5-12 ويوم 6-12 ويوم 7-12 يعني الاهلي يبعتها يوم الاتنين اتحاد الكورة عنده الثلاث والاربع والخميس يراجع القيمة يراجع اجراءات القيد ويعتمد القيمة ويبعتها للفيفا بحد اقصى قبل يوم الخميس اللي جاي 7 ديسمبر دي الاجراءات المتعلقة بقيمة الاهلي بالمناسبة القيمة لو اتنقشنا مع بعض فيها مثلا عندك محمد الشناء ومصطفى شبر في حرص المرمى لازم يكون فيه حارس ثالث ما بين حمز علاء ومصطفى مخلوف لو هتركز في كل مركز ممكن يكون فيه لعيب اساسه ولعيب احتياطي مثلا هتلاقي في الجبهة اليومنا فيه هاني محمد هاني وفيه اكرم توفيق موقف خالد عبد الفتاح اكيد بقره هيشوفوا مرس الكلان لان ما عندوش في الدفاع غير تلاتة ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم ورامي ربيعة هل ممكن ياخد خالد عشان مركز الدفاع محتاجيكم فيه اربعة بدل تلاتة ده هنشوفوا بقره في الجبهة اليسرى فيه علي معلول وفيه كريم دبيس في وسط الملعب مساحة الاختيار افضل شوية كريم ندفت كان عنده اصابة فبنسبة كبيرة جدا هيكون موجود امام عشور مع اليو ديانج مع مروان عطية السلية بعد دخوله مباراة يانج افريكنز وارد وجوده في قيمة كأس العالم وده هتحدد اكتر بقر ان شاء الله لان كمان ممكن يشوف السلية في مباراة شباب بولوزداد كمان هيكون موجود محمد مجدي افشا مع امام عشور زي ما قلت لحضراته عندك على الاطراف في ظل غياب رضا سليم بتتكلم هيكون موجود حسين الشحات بيرستاو طاهر محمد طاهر احمد نبيل كوكا محمود عبد المنعم قهربع كريم فؤاد دول بيتواجدوا بشكل اساس كتير الفترة الاخيرة فممكن يكونوا موجودين مفيش خلاف على هؤلاء الاسماء موقف مودست هتحدد بكرة في الاختبار الطبي ان شاء الله لو مودست جاهز ويشوفي من العضلة الضمة وجاهز هيكون موجود في القايمة الاختيار بقى ما بين صلاح محسن أحمد عبدالقادر ده هنشوفه في الساعات الجاية ولكن القايمة مش هتخرج عن الاسماء اللي احنا قلناها ليه؟ عندك محمود متولي لسه مصاب وملعبش مباريات منذ فترة طويلة عندك كريم ندفد مصاب عندك محمد دا كريستو اللاعب التونسي مصاب عندك ريدا سليم مصاب فبالتالي قايمة الاختيارات احنا قلنا دلوقتي ما يقرب من حوالي 24-25 اسم هيتم الاستقرار على اختيار 23 منهم عشان يتم ارسال القايمة بإذن الله بكرة قبل 12 من مساء غد الاتنين